اهلا بكم مرة تانية نرضى فيديو سيسنائي لأحد افضل الاصدارات عالميا مبايل من الفئة الرائضة وهو الايفون 12 ايفون 12 تحديث لواحد من افضل الاصدارات عالميا خلق 2020 وتصدر مبيعات 2020 وهو الايفون 11 النهاردة بنقدم مجموعة اختبارات تحمل او ديرابلتي تاست وان شاء الله الفيديو القادم بنقدم مراجعة الهاردوير الداخلي ومن خلال تفكيك كل اجزاء الموبايل لنتعرف على طبيعة تصميم وتصنيع الايفونات الجديدة والايفون 12 نموذج للمجموعة الاصدارات محتوية عالبة الشارع بسيطة جدا الموبايل مع كبد شحن اس بي سي من طرف ومن طرف التاني لايتنينج المعدة موجود رأس شاحن او الشاحن في عالبة الشارع وده يعتبر شيء مزعي خاصة لمستخدمي الايفون الجدد زي حالتي تصميم الايفونات الجديدة برجعنا بالذكريات للاصدارات الكلاسيكية القديمة جدا زي الايفون 4 طبعا الوزن هنا خفيف جدا 64 جرام مقارنة بكل الاصدارات اللي بتيجي من البراندات الصيني للاندرويد زي شاومي وريلمي ووب وكل الاصدارات دي مع هيك الكلمة الالمونيوم وكل شيء في التصميم الخارجي من المعدن زي زرار الصوت والباور ودرج الشريحة وقطار حماية عدسات الكاميرات الخلفية اللي بالمناسبة هم عبارة عن كاميرتين كاميرا وايد 12 ميجا بيكسل مع فاتحة F1.6 مع ميزة OIS او ميزة تثبيت اثناء تصوير الفيديو الاوبتيكال كاميرا الثانية زاوية واسعة جدا 12 ميجا بيكسل مع فاتحة F2.4 تصميم هنا الحقيقة انيق وماز جدا جدا خليط متداخل من المعدن والازاز بشكل رائع جدا جدا والحصن الحظ عندي هيكل الايفون 4 اللي تم اصداره من 10 سنين ومع مقارنة تصميم في الاصدارين من لاحظ تشابه كبير جدا في فلسفة التصميم العام نفس الشكل مع اختلاف المقاسات وتصميم الشاشة طبعا كل خدش وكل اختبار بعمله في الموبايل ده اكيد بيقلل من 8 جدا جدا رجاء انا عملونا لايك الفيديو ويفضل تشارك في القناة وتشارك الفيديو ده اذا امكن هيبقى تدعم القناة جدا جدا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اختبار اللهب يدينا صورة عن طبيعة الخميات المستخدمة في البانير الداخلية او الشاشة الوليد قومت الشاشة هنا ممتازة بدون اي اثر يذكر على الشاشة لاختبار اللهب العنيف جدا حيانا طولت كمان في الوقت عن 10 ثواني بالتالي هنا شاشة تعتبر قيمة جدا ومحترمة جدا شاشة هنا طبعا 6 و 1 من 10 بوصة ده المقاس بتاعها من نوع سوبر ريتنا اكس دي ار شاشة الوليد شاشة مفتخر جدا جدا بتدعم عرض محتوى بخاصية بيطلق عليها الدول بي فيجن عربا نتكلم عنها في فيديو التير دا طبعا الشاشة مطبع حماية ضد الصدمات بيطلق عليها سيراميك شيلد او بلورات من السيراميك بتبقى دقيقة جدا جدا على الشاشة يعني هي مش مقاومة للخدش ولكنها مقاومة للصدمات قابل بتقول ان هي تلات اربع مرات اضعاف الزوجي العادي ما بيستحمل طبعا انا مستحقش ان تستخدم موبايل ده بدون جراب وسكريم وراتبتور كويسة جدا لان طبعا موبايل غالي ومهم جدا نحافظ عليه وما نسمعش الكلام الدعائي من قابل او من غيرها من الشركات موبايل هنا من فائة الهواتف الرائدة وبالتالي شيء بديء ان يكون مقاوم شكل ممتاز للمياه والغبار اختبار المياه البسيط ده تأكيدا على كل الكلام ده وفي كل احوال انا يعني ما نستحقش ان انت هتجرب الموبايل ده او تصور به تحت المياه غير بعد ما تشوف مجموعة فيديوهات كبيرة عشان تتأكد ان الخاصية دي شغالة بشكل كويس وبدون اي تأثير على الموبايل وعلى الاجزاء الداخلية في كل احوال الموبايل هنا جاي بشهادة مقاومة المياه والغبار يعني شهادة عالية جدا اللي هي اي بي تمانية وستين وقبل ما تفكر تصور زي ما قلت لك لازم تبص على مجموعة فيديوهات كتير تأكد على الموضوع ده الاختبار هنا استمر حوالي عشر دقايق في حوالي عشرة سنتيمية وانا مسرع الفيديو ببعض المقاطع عشان بس نختصر وقت الفيديو وما يطولش لعشرين دقيقة كل وظائف الموبايل شغالة بشكل مثال الحقيقة بدون اي ملحظات سلبية على اي وظيفة من وظائف التليفون سواء على الكاميرات الخلفية او الصوت او الشبكة وبالمناسبة مدخل الشحن السيم كارد مدعوم بجوام مطاطي مقدمك بشكل ممتاز جدا مع درج السيم كارد الحقيقة وجود طبق الحماية الجوريلا جلاس على الشاشة والظهر مع اضافة السيراميك شيلد على السيم كارد على الشاشة تدعى مبارد الصدمات والتاني والوقعات والسقوط وخلافات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحسن هذا دائع جدًا تueprintا اشتركوا في القناة اخر اختبار معنا هو اختبار اختبار التاني طبعا الاطار المعدني قوي جدا جدا محس انه بيمنع اي تضلل للشاشة او الظهر في حالة التاني او يعني لو موبايل التاني غزبا عنك بقى الشكل من الاشكال طبعا مش هيحصل الكلام ده الاطار المعدني الموجود هنا بيحمل موبايل ضد اي اثر للتاني باي شكل من الاشكال اثناء الاستخدام العادي او الطبيعي لمعظمنا فبالتالي شيء عظيم جدا وخماته اعتبر بريميام جدا جدا ده طبعا شيء بديل لان موبايل جاي في فئة رائضة حابين نتأكد من الكلام ده من خلال الفيديو ده على السباردو ناديكم معلومة عن طبيعة الاصدارات الموجودة في مصر حاليا اللي هي معظمها جاي بدون شهادة او ما يطلق عليه الضمان الدولي وطبعا خدتوا تأكيد على كل الكلام ده في الفيديو الجاية ان شاء الله هنبص على كل المكونات الداخلية الهاردوير الداخلي وهنأكد على نفس المعلومات دي في نهاية الفيديو حابة شكركم جدا وارجوا لايك وشير للفيديو ده اذا امكن وشيركم في القناة جماعة ده مهم جدا جدا عشان استمرار المحتوى وانتظر فيديو قادم ان شاء الله عن مراجعة الهاردوير الداخلي اللي انا شخصيا متحمس له جدا جدا وهو يعني بالمناسبة كان الدافع الاساسي وراء شيراء الايفون 12 ارجو تنتظرونا وشكرا جزيلا وإلى اللقاء السلام عليكم